ما تخافش على الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عنده هذا الإسهام لمنتخبات بلده والأبناء بلده بهذا التميز شوفوا لما تكون لعبة ابنة من بنات النادي الآلي تاخد أحسن لعبة في الدورة الفرنسي في كرة اليد مروى عيد للتحاد الفرنسي لكرة اليد بيعلن أن مروى لعبة نادي نيس فازت بجائزة أفضل لعبة في الدورة الفرنسي الموسم المنقضي وعلى الموقع الرسمي للدوري تم نشر الصورة والتهناء والإشادة بمروى عيد وتم منحها جائزة أفضل لعبة عن طريق تصويت على الثمان لعبات الأفضل في الثمان شهور من سبتمبر لمايو ثم تصويت الجماهير في الحالتين تسلمت مروى الجائزة قبل انطلاق الموسم الجديد اللي بدأ ولم يسبق لأي لعبة في فريق نيس اللي بتلعب له مروى إنه فاز بلقب أفضل لعبة بداية الجائزة كانت من 2008-2009 لعبة النادي الأهلي ولعبة نادي نيس حاليا سجلت 143 هدف في 22 مباراة لعبتهم في الموسم من أصل 26 مباراة يعني لعبة 22 مباراة من 26 مباراة في الدوري وفازت كمان بجائزة هدف المسابقة مروى عيد تسجيلها للأهداف جيبه معدل 6.5 هدف في المباراة ونجحت فيه تسجيل 45 رمية جزائية نيس أنهى البطولة في الموسم المنقضي برغم تفوق مروى العالي لكن نيس كان في المركز السابع ب51 نقطة مروى جددت تعاقدها مع نيس في يناير الماضي لمدة 3 مواسم والنادي الفرنسي متمسك بيها جدا وكانت انضمت للفريق من 2015 كلاعبة في نادي نيس نموذج مشرف جدا أن بنت عندك تحصل هدفة الدوري مع فريق ما هوش بطل الدوري وتاخد كمان أفضل لعبة مع فريق ما هوش بطل الدوري نادي من الوسط من وسط الجدو البنت دي استثنائية في كل حاجة في مستوها في حبها للنادي الأهلي في شخصيتها الجريئة الوطحة ألف مبروك يا ربنا تم مواسمها الباقية بخير وارجعها بقى مروى موسم والا اتنين لعبي مع النادي الأهلي بقى الدلع في الأهلي شوية